عالمت الفلك والمنجمة اللبنانية ماجي فرح اللي انشهرت كتير بتسعينات القرن الماضي وكانت العالم الطنطر راس السنة لحتى تعرف مستقبلها وحظوظها وشو ناطرها من تبصيرات ماجي وكتبها ماجي فشلت بانه تعرف شو رح يصير مع عائلة وتعرضت لخيانة من اقرب صديقاتها وعبر برنامج شو القصة مع رابعة كشفت انه اقرب صديقاتها اللي هي محامية سرقت منها الاف الدولارات عبر اربعين سنة بعد ما كانت معيشة ببيتها وعملت لها توكيل بكل اموالها وتابعت انه رفعت دعوة عليها وكانت حزينة جدا لانه مضطرة تشتكي عليها وبكيت اثناء الدعوة القصة هي اثارت سخرية من قبل رواد مواقع التواصل وعتبروا انه ماجي غير متمكنة من قراءة المستقبل تبعه والتنبؤ فيه فهذا كان غريب بالنسبة للمتفاعلين من تعليقات اللي صارت احلام اللي قالت بما انه بتتوقع توقعات ليش ما توقعت لحالة انه صديقتها بده تسرقها تعليق اخر بيقول ليش ما نجمتي وبصرتي وعرفتي قبل انه بدك تنسرقي واخدتي احتياطاتك يا شطورة كذب المنجيون ولو صدقوا تعليق اخر بيقول عم بتطالعي الاف مؤلفة من الكذب والتنجي ملحق عليكي على اللي راكد يشتري كتبك ترجمة نانسي قنقر